موسيقى اهلا بكم اطلقت حكومة السوداني وزعماء الميليشيات الولائية حزمة جديدة من التصريحات والمواقف الاعلامية ضد وجود القوات الامريكية في العراق وحتمية ترحيلها بعد سلسلة الغارات الامريكية ضد مواقع الميليشيات وقتل عدد من قادتها على خلفية هجماتها ضد المصالح الامريكية اذ اعلن السوداني ان حكومته تعتزم اطلاق مشاورات فنية لانهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق لان هذه القوات لان القوات الحكومية عفوا باتت مقتدرة وباستطاعتها ملء الفراغ العسكري والامني ووصف وجود تلك القوات اي السوداني الامريكية بانه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الاقليمية للحرب الجارية في قطاع غزة وزير خارجية السوداني فواد حسين قال ان العراق هو من يحدد القرار بعد التفاوض لان القوات الامريكية موجودة بالفعل بناء على طلب من الحكومة لكن التقرير لصحيفة بوليتيكو الامريكية كشف ان السوداني بعث رسائل سرية الى الامريكيين يطلب منهم الاستمرار او استمرار او بقاء قواتهم في العراق ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري السوداني قوله ان التصريحات العراقية الرسمية الاخيرة بشأن الانسحاب الامريكي موجهة للرأي العام فقط وكان البرلمان قد صوت في العام 2020 على قرار سحب القوات الامريكية من العراق بعد ايام من قتل قاسم سليماني والمهندس بغارة امريكية مطلع العام 2020 ويستند وجود القوات الامريكية في العراق لطلب حكومي يتيح لها العمل في اطار مهمة التحالف الدولي لتصدي لما يسمى الارهاب او تنظيم داعش حقيقة طلب حكومة السوداني من القوات الامريكية مغادرة العراق وقدرة ميليشياته على ضبط الاوضاع في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل فعلا تريد حكومة الميليشيات انسحاب قوات الاحتلال الامريكية من العراق كما تروج او يروج انصارها ومؤيدوها وهل القوات الامنية والميليشيات الولائية قادرة على منع تفجر الوضع في العراق اذا من سحبت القوات الامريكية ثم اليست هذه القوات موجودة في العراق بموجب اتفاقية الاذعان التي وقعها المالك مع ادارة بوش ومن ثم طلبها العبادي في العام الفين واربعة عشر الم تملأ ميليشيات سليماني ونيكرو بونتي وجيمس ستيل الفضاء ضجيجا وضوضاء عن دحرها للقوات الامريكية بعدما باتت تقدم او تعرف نفسها بانها او بصفتها مقاومة اسلامية ضيفات طاولة رافع الفلاحي عبدالوهاب القصة اكثر من اي وقت مضى تحتاج احزاب العملية السياسية في العراق الى بقاء القوات الامريكية لحمايتها من السقوط واجاد توازن بين الميليشيات المتربصة ببعضها لاشعال العراق في خضم احتدام صراعها على السلطة وتفاقم الصدع بينها وخصوصا بعد الانتخابات البرلمانية عام الفين واحد وعشرين المتغيرات الامنية في العراق المتمثلة بالتصعيد الامريكي ضد اطراف ميليشيوية وقتل قياديين بارزين فيها وضعت حكومة السودان في موقف محرج فمن جهة تريد الاستظهار بانها ضد بقاء القوات الامريكية لارضاء بعض الميليشيات ومن جهة اخرى تعرف حاجتها لبقاء القوات الامريكية لتحميها من اي صراع لا يمكن حتى للدعم الايراني احتواؤه هذا الموقف المحرج جعل السودان متخبطا بتصريحاته فمرة يصرح لوكالة رويترز بانه يريد خروج القوات الامريكية من العراق بشكل سريع ومنظم عن طريق التفاوض دون تحديد موعد نهائي لذلك وفي السر يحدث اكس ذلك حيث كشفت صحيفة بوليتيكو ان حكومة السوداني ارسلت رسائل سرية للخارجية الامريكية تبلغهم بالرغبة ببقاء القوات الامريكية في العراق معتذرة عن تصريحات السودان ضد الوجود الامريكي بانها مجرد ارضاء للجماهير قادة الميليشيات الذين انخرطوا بالعمل السياسي بشكل اكبر منذ تشكيل حكومة السوداني يراهم مراقبون اكثر الاطراف حرصا على استمرار الوجود الامريكي ومستعدين للتضحية باي طرف ميليشيوي اقل منهم نفوذا عبر تحميله مسؤولية التحرش بالقواعد الامريكية وتركه وحيدا يتلقى الردود الامريكية امريكا بعد اكثر من عشرين عاما من غزوها العراق ما زالت الضامنة الاكبر لبقاء العملية السياسية بما فيها الاطراف التي تردد كل يوم شعار الموت لامريكا اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في حقيقة طلب او ارادة حكومة السوداني والميليشيات مغادرة القوات الامريكية وقدرة الميليشيات على ضبط الاوضاع في العراق في حال من سحبت هذه القوة ضيفة الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا من العاصمة الامريكية واشنطن الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للدراسات واشنطن اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين ونبدأ مع دكتور اهلا دكتور مع دكتور عبدالوهاب القصاب في امريكا مساء الخير دكتور عبدالوهاب مرحبا مساء الانور دكتور بعد عشرين عام على تأسيس النظام في العراق العملية السياسية هناك قوات مليونية ميليشيات فرق موت شرطة وغيرها هل ما زال فعلا هناك حاجة لوجود القوات الامريكية في العراق السوداني وصف وجود هذه القوات بانه اصبح مزعزعا للاستقرار وهناك علاقة المطالبة السياسية واعلامية بمغادرة هذه القوات هل يستطيع العراق الحالي ان يستغني عن هذه القوات بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللاخل عزيز ضيفك بالتأكيد حديث خرافة كما يقال ما يقوله رئيس الوزراء الحالي ذلك لأن الكثير من حلقات الاعتماد للقوات المسلحة العراقية تحديدا لا زالت بيد الولايات المتحدة يعني ما دعاه الرئيس الوزراء بأن بقدرة القوات المسلحة العراقية أن تغطي المهمة لا أظنه صحيحا تماما لنأخذ مثالا القوات الجوية مثلا الامداد بالمعلومات السماح الدولي الدعم الذي تحتاجه الحكومة فيه مثل هذه المراحل هذا من ناحية لكن هناك ناحية مهمة أخرى تبين حاجة الحكم الحالي في العراق لوجود الولايات المتحدة وجود الولايات المتحدة هو وجود رادع حقيقة وهو وجود موازن رغم محدودية عدد القوات الموجودة يعني نحن نتحدث بإعزاء 2500 فرد موجودين ضيوف وهذه نقطة مهمة موجودين ضيوف في قواعد عسكرية عراقية لأن القواعد العسكرية هذه التي تواجدت فيها الأمريكان مرفوع عليها العالم العراقي وقد صرح أحد الضباط الكبار قبل أيام عندما قال بأن الضربة التي قام بها النجباء على قاعدة القادسية الجوية التي هي عين الأسد قد ضربت رادارا عراقيا قيمته حوالي 60 مليون دولار ودمرته فإذا هؤلاء يستهدفون حقيقة منشآت عسكرية عراقية فيها أمريكان ضيوف على الحكومة العراقية بطلب من الحكومة العراقية نفسها أما إذا كان هؤلاء ضيوف مرحب بهم أم لا هذا بحث آخر العراقيون قاتلوا في حقبة المقاومة لإجبار الولايات المتحدة على الانسحاب وانسحبت في حينه ولكن المالكي ومن بعده العبادي عندما حصلت فضيحة الموصل هم الذين سجدوا عودة الولايات المتحدة بمهماتها القتالية ويبدو أن الولايات المتحدة كانت أكثر منهم وهي فعلا أكثر منهم ذكاء إذ أتت بقرارا دولي إنشأت تحالفا دوليا تعمل هي من ضمنه وتقوده فإذا الموجود الآن في العراق حقيقة هو تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لأغراض مقاتلة ما سميه بداعش ومن ناحية ثانية هناك اتفاقية الإطار السراتيجي الحاكمة التي وقعها نور المالكي في وقتها عندما خرج الأمريكان هذه الاتفاقية هي التي تحكم العلاقات البينية بين الولايات المتحدة والإراق والتي تؤكد حقيقة حاجة الحكم الحالي في العراق إلى دعم تأييد الولايات المتحدة لكي يعتبر أو يمضي عضوا في الأسرات الدولية هذه نقطتين مهمة جدا ولدي نقطة أخرى أختم بها أن الوجود الرادع للولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يمنع إيران من احتلال عراق بالكامل ولا أظن أن حتى القادة الميليشياويون يرغبون في أن يحتل بالكامل يعني هم سعيدون بأنهم ذيول هم سعيدون بأنهم يلبون خدمات لكنهم يشعرون إذا لم يكن هناك وجودا كاملا احتلاليا عند ذلك سينتهي دورهم يعني ربما يجندون نعم لكنه لا الابتزاز سيبقى ولا السرقة ستبقى ولكذا لأنه الذي سيقوم بالابتزاز والسرقة هو الحرس الثوري الإيراني في حينه نعم شكرا نعم شكرا دكتور رافع الحقيقة هذه الضجة أو الدعوات منذ عدة سنوات تظهر عقب كل أزمة كل استهداف كل قصف قصف متبادل بين الميليشيات وبين القوات الأمريكية عن مغادرة القوات ظهرت هذه الدعوة بقوة بعد مقتل سليماني والمهندس في بغداد ذهبوا إلى البرلمان صوتوا على قرار بإخراج القوات الأمريكية ثم بعد أيام تخبو هذه الدعوات وكأن شيئا لم يكن هذا التصاعد في الدعوات وانتهاء أو تلاشيه بما يفسر بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي إلى أخي الدكتور عبداللهاب القصاب أهلا دكتور الحقيقة كل الموضوع مرتبط تصاعد نشاط الميليشيات ضد القوات الأمريكية أو ضد ما يسمونه قاعدة الأمريكية في العراق أو حدة التصريحات بإخراج القوات الأمريكية من العراق لا يرتبط بمفهوم هذه الميليشيات أو حاجاتها الخاصة هذا يرتبط كما أعتقد وهو واقع الحال بالسياسة الإيرانية وتوجيهات إيران لهذه الميليشيات الميليشيات كلها قاضية على إيران هذه التوجيهات إيرانية جزء من هذا جزء من هذه اللعبة التي تجري بين أمريكا وإيران جزء من عدها ما يحصل الآن دعك من الحديث عن غزة وإحنا نساعد الأخوة الفلسطينيين هذه كذبة كبيرة والكل يعرفها اللي يساعد الفلسطينيين مو هو اللي يهجرهم وقتلهم وذبحهم بالعراق وطردهم وتخلى عنهم وتخلى عن الهوية العربية للعراق حتى في الدستور العراق الذي يحكمهم واللي يعتبرونه يعني شيئا مقدسا عندهم عندما يريدون لا يوجد تسمية للعراق كبلد عربي فهذه قضية كذبة مثلما تاجرت إيران بقضية القدس وعندما حصلت معركة غزة لم تتدخل وغررت بالكل حقيقة هذا واقع الحال فبالتالي هي لها علاقة بالمماحكات والمعاكسات التي تجري بين واشنطن وطهران تحديدا بسبب الملف النووي فقط هذا الموضوع هو لذلك هذه لعبة عرض الأصابع بين أمريكا وإيران ماضية في طريقها وإيران تستخدم هذه الميليشيات بين فترة وأخرى لتصعيد الخطاب باتجاه القوات الأمريكية أو باستخدام بعض الصواريخ هنا وهناك وهذه الصواريخ بالمناسبة يعني مثلما قالها الخزعلي مثلما قالها ترامب سابقا قال عندما ضربنا سليماني بلغون الإيرانيين بأنهم سيضربوهم ولازم يردون والرد كان معروف وين رده ولم يؤثر شيئا هكذا قال الخزعلي اللي يعتبر نفسه مقاوم وقائد من قادة المقاوم قال نحن نضربهم لكن من أذيهم ونضربها بره لماذا يؤذوننا لذي يضربونا لكن هناك قاعدة يعني ربما هذه الميليشيات لا تدركها جيدا قوات الأمريكية كأي قوات غازية قواتهم وهذا مبدأها عندما تتعرض لأي هجوم ترد هذا جزء من هيبة أمريكا جزء من هيمنة أمريكا جزء من هذه اللعبة من عض الأصابع لإصال رسائل إلى إيران أن نحن قادرين أن نرد والرد بالشكل العنيف على هذه الأدوات التي تستخدمونها بالطريقة التي نريدها لذلك وجدنا قتل فلان واختيال فلان مثل ما يسمونه أو هكذا العملية فالعملية ترتبط بهكذا لعبة سياسية ليس لها علاقة بإرادة الميليشيات أو فكر الميليشيات لأنه ليس لها فكر هذه أدوات تستخدم من قبل ضابط خارجي هو إيران وعموما النظام في العراق هو قائم على هذه القدرات النظام في العراق هذه السلطة في العراق قائمة وموجودة لأن هناك ضابط خارجي يمسك بها والضابط الخارجي يقصد أمريكا وإيران هذا الضابط الخارجي هو الذي يمسك هذا لو رفعنا هذا الغطاء رفعنا هذا الضابط وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية لسقط هذا النظام وهم يعرفون هذا وهي التي جاءت بهم يعني منه جاءت بهذه الميليشيات وشكل السلطة هذه والعملية السياسية ودستورهم وحكمهم وكل قدراتهم وجاءت بالدنيا كلها لتؤيدهم من؟ هي أمريكا الولايات المتحدة الآن كل التأييد الدولي لهذه السلطة الموجودة في العراق منذ عشرين سنة لحد الآن هي من يرفع حراتها على العالم لكي يؤيدها هي الولايات المتحدة الأمريكية وهم يعرفونها واقتصاد العراق كله بيد أمريكا حتى الأموال التي تأتي من النفط واردات النفط تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي وعن طريقة نعم فهذه اللعبة السخيفة المعيبة التي يلعبونها دائما ويعتقدون أنها يروجون لحالة أنهم مقاومة وأنهم وطنيين وأنهم كذا هذه كذبة كبيرة ومكشوفة ومعروفة هذه اللعبة بين طهران وواشنطن فقط لكن يدفع ثمنها العراق وتجري على الساحة العراقية وندفع ثمنها أهل العراق فقط دكتور عبدالوهاب أنت أشرت إلى أن الموجود الحقيقة تقارير أنه 2500 من العسكرين الأمريكان موجودين والحكومة تقول أنهم بصفة مستشارين لأغراض الاستشارة والتدريب وما إلى ذلك لو أن هذه القوات 2500 انسحبوا من العراق بالكامل وبقية الميليشيات تتحرش بالقوات الأمريكية الموجودة في سوريا أو الآن في تضرب هنا وهناك على إسرائيل لن يكون بإمكان القوات الأمريكية أن ترد على هذه الميليشيات وتقصفها وتقتل عناصرها انتهى الأمر يعني أبدا لربما تكون أكثر حرية في توجيه ضرباتها الولايات المتحدة حين أذن بيودني أن أشير إلى أن الوجود الأمريكي العسكري في العراق والوجود العسكري الأمريكي في شرق سوريا يعني متبادلة لا اعتماد يعني لا يمكن تصور أن تكون هناك قوات أمريكية محدودة العدد كما هي في سوريا يعني بدون دعم لوجستي يمكن أن يؤمن لها من الظهير العراقي يعني من الوجود الأمريكي الموجود في العراق أما أن الولايات المتحدة تستطيع أو لا تستطيع أن تنفذ ضرباتها عندما يستدعي لأمر ذلك مع عدم وجود الـ 2500 مستشار أنا أعذق بأنها ستكون حتى أكثر حرية في الحركة وفي الاستخدام ذلك لأنه لم تعد هناك قواعد يمكن ضربها والهدف الوحيد الذي يمكن ضربه هو المؤسسة الدبلوماسية وأظن أن الأمريكان هددوا بأن ينقلوا السفارة العراقية إلى أربيل نتيجة التحرشات التي تقوم بها الميليشيات الحقيقة هو موضوع نفاقي أكثر مما هو موضوع مأزخ أو مسكلة هو موضوع نفاقي تتصرف هذه الحكومة وميليشياتها بهذا الشكل وهذه هي حكومة ميليشيات كما نعلم كلنا قبل يومين أو ثلاثة أيام يعني لاحظت أو تابعت أحد ممثلي هذا الإطار كان يقول أنه عندما خرجوا بالألفين وداعش شفنا نفسنا أنه كل ما عدنا وعندما دخلت داعش إلى الموصل إحنا كنا عريانين كما يقال ولذلك طلبناهم أن يعودوا ثبت أخيرا بأنه كل حركة قامت به الولايات المتحدة كانت بإعلم الحكومة العراقية وبيضمنها الضربة أخيرة يبدو أن المسؤول بالبنتاجون قال القوات العراقية زودتنا بمعلومة في الضربة الأخيرة التي استهدفت ميليشيا النجباء وقتلت هذا القياد أبو تقوى أو السعيد هذا الرجل هذا شوف بعدين هناك نقطة مهمة يعني الولايات المتحدة تسمح لهؤلاء بأن يضربون مؤسساتها حتى 100 ضربة دون أن ترد لكن عندما يعني يصل الغيب حده وتصبح سمعة الولايات المتحدة على المحاك عند ذلك توجه ضربة وضربة موجعة إحنا لحد الآن شفنا يمكن اثنين أو ثلاث ضربات فعلا كانت موجعة ضربة جرفة الصخر تحديدا نعم وهذه الضربة التي انضرب بها هذا أبو تقوى الذي هم تابعوها بالحقيقة تابعوها من لحظة دخول العراق من سوريا إلى أن دخل إلى في المكان كان بإمكان أن يضربونه في كل مكان في كل نقطة من هذا المساء لكنهم اختاروا أن يضربوه في قلب بغداد لإصال رسالة مزدوجة والرسالة المزدوجة هي عندما نقرر أن نضرب نضرب والنقطة الأخرى أن نضرب حتى في مكان حليف لأنه العراق يعتبر بالنسبة لك المتحدة حليف لحد الآن فحتى في مكان الحليف في عاصمة الحليف إذا ما ضربت مصالحنا فنحن نضرب وقودنا إلى سؤال إلى سؤال دكتور الآن بعد عشرين عام هذه القوات التي تشكلت قوات مليونية صرف عليها مليارات الدولارات هناك تسليح هناك دعم لماذا لحد الآن هي بحاجة لوجود التحالف الدولي أو القوات الأمريكية لمقاتلة تنظيم داعش والحكومة أعلنت أن تنظيم داعش قد انتهى ومن قبل القاعدة قد انتهت لماذا الحاجة المستمرة لوجود هذه القوات مع وجود هذه الجيوش المليونية التي تستهلك ستين سبعين بالمئة من موازنة العراق السنوية هذه الجيوش المليونية عزيزي هي عبارة عن أرقام أرقام جوفاء جزء كبير منها غير موجود فعلا نعم والموجود هو يعدده أياما ويقبله راكبة ليس هناك تدريب بنطقي كما تقتضي به أساسيات العلوم العسكرية لإعداد القوات وقد خرج معمم بسوء الحظ يعني أنه هذا يتحدث عن القوات المسلحة قال نحن لسنا بحاجة لهذا الجيش أو لا بناء أن نحله إذن هناك نظرة حقد للجيش للقوات المسلحة من قبل الميليشيات كما كانت موجودة نظرة الحقد لدى الحرس التوري سيء الصيد بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية بعد القلاب الكوميني الآن هذه هي الحقيقة الحقيقة هي أنه ليس هناك أساس لبناء القوات المسلحة على أساس مهني أظن أن هناك فقط تشكيل واحد ربما يكون مكافحة للإرهاب الذي يعني درب بإشراف الأولادة المتحدة أما البقية فيفتح الله كما يقولون حتى هذا من المليشيات متهم بأنه هذا التشكيل تشكيل أمريكي عميل للأمريكان من أبناء السفارات نعم لأنه درب على يد الأمريكان واستخدم باستخدامات ناجحة وأظن أنه هذا يعني مزعج لهم يعني هم مزعج للمليشيات ونقاطة المليشيات وحتى لجماعة ما يسمى بالحجد الشعبي أشكرك أشكرك دكتور إذن نستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال نقاش حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار عن حقيقة ودوافع أو حقيقة طلب الحكومة والمليشيات من القوات الأمريكية مغادرة العراق بعد الفاصل نعود ابقوا معنا بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في حقيقة الدعوات أو طلب الحكومي لحكومة السودان حكومة السوداني الطلب من القوات الأمريكية بمغادرة العراق ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبدالوهاب القصة دكتور رافع الحقيقة الآن العراق كله بين قوسين المؤسسات تبيد الإطار حكومة الميليشيات حكومة المقاومة بين قوسين أيضا البرلمان أغلبية للميليشيات الحكومة حكومة ميليشيات المحكمة الاتحادية بيد الميليشيات هناك قرار من البرلمان بإخراج القوات الأمريكية صدر أو صوت عليه عام عشرين لماذا لا يفعل هذا القرار والطلب من القوات الأمريكية مغادرة العراق أستاذ ماجد كما قلت بإجارة السابقة هذه مجرد لعبة بين واشنطن وطهران وطهران تعرف جيدا إذا من سحبت وكل الميليشيات التي أدواتها التي في العراق وحكومتها والعملية السياسية وكل القوى التي في العملية السياسية يعرفون إذا من سحبت أمريكا من العراق وإذا من رفعت يدها من العراق سينتهي هذا القضية حتى الاعتراف الدولي بهذه السلطة حتى التعاون الدولي مع هذه السلطة ستنتهي هم يعرفون هذا وإيران تعرف عليه وحريصة. لكن هذا جزء من لعبة. ومثل ما قلت أنت. يعني هي التي يطار مسيطرة على البرلمان. مسيطرة على الحكومة. وهو مشكل الحكومة. والبرلمان الغالبية منهم. لماذا يركزون على إنه لدينا قرار. قرار غير ملزم للحكومة. الآن صدروا قانون. القانون ملزم للحكومة. تقدرون أنتم صدرون قانون؟ بالأغلبية تقدرون. الأغلبية المطلقة إلكم. تقدرون تخرجون قانون والقانون الملزم للحكومة والحكومة تبلغ وانتهى الموضوع وخلص أما هذه اللعبة من تحت الطاولة يسلمهم السوداني رسالة يقول لهم للأمريكان يقول لهم لا تنسحبون لأنه نحتاجكم هذا ما كشفت صحيفة بوليتك الأمريكية نعم ها واقع الحال وهم الميليشيات يصرحون شيء اليوم وكأنه بيناتهم خلافات البعض يريد البقاء والبعض يريد الخروج والبعض يقول حدد الموضوع وباتفاقية أخرى كذبة كبيرة هذه اللعبة يعني معروفة ومعروفة جدا وهذه اللعبة لا يمكن أن تنطلي على الناس ومن عام 2009 من الاتفاقية الأمنية لحد الآن قوات الأمريكية هي التي جاءت من 2003 هي التي جاءت بكل هذه القوات هي لغاعتها هي شكلتها لكن الوضع عموما في العراق هو ليس دولة وأمريكا تعرف ذلك وإيران تعرف ذلك وهذا الوضع مريح بالنسبة للبلدين لأنه تتلاقى عندهم الأهداف هنا لأنه هذا يشكل حالة من الضعف والوهم في العراق هي المطلوبة ماكو دولة أما قوات عسكرية وقوات عسكرية وقبل قليل كان أخي الدكتور عبد الوهاب يشير إلى هذا المعمم الذي يقول أنه القوات لا حاجة لا حاجة وطلع قبلها كان واحد من قادة الميليشيات يقول أنه هذه وظيفتهم فقط استعراض ذولة كان يتحدث مع الميليشيات وهو من الميليشيات أنه وظيفتهم هذه استعراض هم يريدون الوصول وهذه الخطة موجودة من عام 2003 من تشكيل الميليشيات هم يريدون الوصول إلى حالة اسمها الحرس الثوري العراقي الشبيه بالحرس الثوري الإيراني اللي هو مصوتر على كل شي ماكو شي هس هذا الجيش اللي موجود الآن لو ينزع ملابسه ويلبس ملابس الحشد ميليشي الحشد هو مقبول ويدفعوا له المبالغ لتريدة المهم أن يبقى هو الحشد هو الأساس هو يشكل الحكومة هو يشكل البرلمان هو يدير المؤسسات هو يدير الاقتصاد هو يدير العلاقات لأنه هذا خدمة لإيران هذا ما هو مطلوب هذه كل القضية ففي العراق ماكو دولة ماكو دولة حقيقية يعني لا توجد دولة بالمفهوم مفهوم الدولة والأمريكان يعرفون هذا وكل المؤسسات الدولية وغالبيتها أمريكية تكتب تقاريرها الدولية السنوية تقول أن العراق دولة فاشلة دولة في قمة الفساد دولة في قمة الخراب مدنها أسوأ مدن بيئتها ملوثة كل هذا موجود به ويعتبرون والديمقراطية غير موجودة وحقوق الإنسان غير موجودة وكل هذا والفقر والبطالة كل هذا يعترفون به والسفيرة الأمريكية تتحدث والمؤمن المتحدة تتحدث لكن مع ذلك عندما تحدثهم عن النظام يقولون لكن النظام النظام جيد وإحنا هذه تجربتهم هم المطلوب أن يبقى العراق ضعيف وهذا المطلوب أما هذه المماحكات يريدون أن يخرجون القوات الأمريكية ويستطيعون أن يقولوا وما يقدرون يخرجوها الأمريكان يخرجون عندما يريدون هم لا للسوداني ولا الميليشيات ونحن البنتاجون لم نستلم أي إشعار من الحكومة في العراق بسحب القوات من العراق أبدا لا يمكن لا يمكن هذه القضية هم بالعكس هم يتفاخرون بوجودهم هؤلاء لأنهم يعرفون أنه جزء من بقاءهم بالسلطة ووجود هذه القوات ووجود الأمريكان بيضاهيرهم هذا وقع الحال الحقيقة أما غير هذا فهو لعب وكذبة ولعبة معروفة ومكشوفة دكتور عبدالوهاب وزير الخارجية الحالي فواد حسين قال إن بقاء القوات الأمريكية أو رحيلها هو قرار يحدده العراق فقط هذا من حق العراق لأن هذه القوات جاءت بناء أو بتوفيض من الحكومة في العراق القرار بيد الحكومة في العراق إبقاها أو إخراجها دقيق هذا الكلام هو الحقيقة يعني الولايات المتحدة هكذا تتصرف في كل العالم يعني كانت للولايات المتحدة قاعدة عملاقة بحرية عملاقة في الفلبين مجرد أن طلبت الحكومة الفلبينية منها أن تغلقها أغلقتها ومشت لأن لديها مثلها الألوف في كل زاوية من زوايا العالم لكن دكتور في كوبا في قاعة جوانتنامو عندما كوبا تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إخلاء القاعدة ترفض مثلا لأنه هناك أيضا يعني وضع جوانتنامو بالولايات المتحدة بالنسبة لولايات المتحدة وكوبا يشبه وضع هون كونج في وقته بالنسبة أو مكاو بالنسبة لبيبانيا أو البرتوال نعم يعني هذه أرض يمكن أن تعتبرها مؤجرة يمكن أن تعتبرها متنازل عنها لكنه طريقة تصرف الولايات المتحدة عالميا أنها لن تبقى في مكان لا يطلب منها البقاء فيه هي لم تقدم نفسها أنها قوة احتلال وإنما تقدم نفسها أنها هي قوة صديقة حليفة وأنه موجود خذ أنجرلك على سبيل المثال أنجرلك هي قاعدة هناك تفاهم بين تركيا والناتو أو الولايات المتحدة بأن هذه قاعدة تعمل لأساسهم طالما هناك التزام تركي بالناتو أجرلك باقي نفس الشيء بالنسبة للعراق ولذلك ترى الحرج الرسمي تسمح لي قاطعك قطعك أيضا يعزز الكلام أو يا خليك قبل يومين أو ثلاث كان لقاء لرئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي هو رئيس حكومة سابق والقائد العام للقوات المسلحة قال إن العلاقة بين العراقي وبين الولايات المتحدة الحقيقة علاقة تابع لمتبوع نعم وأن ما يقوله التابع المتبوع ينفذه الحقيقة هنا ربما ضرب الأمثلة مع تركيا أو غيرها يبدو أنها لا مقايسة مع قضية العراق وهذا باعتراف رئيس حكومة وقائد عبد القوات المسلحة أنا معك أنا معك أنا أتفق معك لكن بالمقابل أنا أتعادت من وجهة النظر الأمريكية طب هو مصيبة العراق أنه متبوع لقوتين الآن هو هو تابع تابع لأمريكا من جهة نعم وهو تابع لإيران من جهة وتحاول الحكومة أن تلعب على الحبلين لكي تديم بقائها ونهبها وسرقاتها واستغلالها وتجهيلها للمجتمع وتفكيك أواصر هذا المجتمع يعني هذه هي المعادلة الفاعلة في العراق لكن أنا أنا أؤكد لك الآن فيما إذا لو طلبت الحكومة العراقية رسميا من الولايات المتحدة الانسحاب من العراق الولايات المتحدة ستنسح أكيد هكذا هي تتصرب يعني لن تبقى في مكان يطلب منها المغادرة وأنا ضربت لك على يعني هي خسرت قاعدة عملاقة في الفلبين نتيجة تصرفات الأفراد حتى لم يكن هناك خلافا استراتيجيا بين البلدين ولم يكن هناك اعتداء ولا شيء من هذا القبيل طلب منها أنتوا غادر غادرت نعم أنا أدلل بهذا على نفاق هذه الكفومة الموجودة هؤلاء الأمريكان إذا قلتم لهم أخرجوا سيخرجون يمكن يبعدون يتحاسبون معاكم صرفنا هلقد جيبنا هلقد جيبوا هلقد زي أن نحتاج ست شهر إلى أن نطلع نحتاج سنة إلى أن نطلع لكنهم سيخرجون سيخرجون هذه هي الحقيقة الآن أنت أتيت بمثال عادل عبد المهدي الذي كان رئيسا للوزراء عندما هلك الاثنان هو كان يعلم بأن هذه الضربة ستحصل كان يعلم ضرب السليمان والمهندس نعم نعم واضح هؤلاء هم النفاق التتعلم النفاق هو رفع أساسي على ذكر النفاق والتناقض دكتور رافع الحقيقة البوليتيكو أنت أشرت إلى أنه السوداني وطبعا أيضا مستشار العسكري قال هذه التصريحات عن إخراج القوات الأمريكية وموجه للرأي العام في العراق والحقيقة أن السوداني كما كشفت البوليتيكو وجه رسائل من الأمريكيين بضرورة البقاء في في العراق هذه الألعاب يعني هل تنطلي هل يصدق بها الرأي العام في العراق أصبح كل شيء مكشوف أستاذ ماجد قبل أن نجيبك على هذا أريد أن نقول أيضا يعني تقيبا على ما قال دكتور عبدالوهاق وسؤالك عن قاعدته كونتنامو وكوبا نعم حكم الجغرافيا له وزنه يعني في العلاقات في وجود الأمريكي في وجود أي دولة في أي مكان كوبا تبعد عن فلوريدا عن 80 كيلومتر بحري 80 ميل مو نعم هذه المسافة لها لها وزنها الجغرافي ولها قياساتها ولها ثوابتها وحساباتها أما العراق يبعد كل هذه المسافات أنا أعتقد أنا لست عسكريا لكن أنا أعتقد أن أمريكا لديها قواعد ثابتة ومتغيرة لديها قواعد ثابتة في العالم لا يمكن أن تتنازل عنها لأن تشكل رئيس حرب في كل تحركاتها يعني خذ مثالا عندما ضربوا الحوثيين في اليمن قبل يومين يعني من أي قاعدة ما الغواصات وبواخر وطائرات طارت ما تعرف منين وقصفت ورجعت وراحت وبريطانيا استخدمت وعاونتهم في هذا الموضوع هم لا يحتاجون إلى قاعدة ثابتة لكي يتحركوا لكن عندهم قواعد ثابتة في العالم هم يعرفونها وهذه ثابتة ويتحركون عليها أما مثل الحديث الميليشيات الذي يتحدثون أنه أمريكا دولة معتدية ودولة مدرمنة وإحنا مقاومة وإحنا ما هذه كذبة كبيرة هم أتباع لهذه الدولة التي قالوا عن جيشها جيش تحرير ألم يقولوا جيش تحرير؟ نعم يعني الآن يتراجعون يسووا دولة غزو دولة كذا طيب الآن يتحدثون أن أسمع حديث الميليشيات عن ما يعدث في اليمن حوثيين نعم هذا عدوان وما يصيروا دولة بها سيادة وكذا طيب العدوان على العراق عام 2003 واحتلال العراق وجدت أمريكا قطعت كل هذه الآلاف من الكيلومترات وعبرة الأطلسي واحتلت العراق قصفته شو ما سمعنا هذا الحديث؟ لماذا اعتبرتوه جيش تحرير وما قلتو العراق سيادة؟ أن تقف ضد النظام شكل ومرة أخرى نقولها أن تقف ضد وطن شكل آخر هذا يختلف المعارضة معارضة لنظام ليس معارضة لوطن هؤلاء يعارضون وطن عندما استلموا الوطن سلموه بإرادتهم أو هكذا بعملتهم لبلد آخر مفاتيحها ببلد آخر سياساته ومطبخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلد آخر في إيران هذا واقع الحال فبالتالي هذه الميليشيات ليس لها إرادة أما أن يتحدثون عن قطع العلاقة مع أمريكا لأنها دولة معتدية طيب إذا قطعت علاقتها وياكم وقضية 2500 جندي واخرتهم 2500 جندي وأمريكا إذا أرادت أن تضربكم تضربكم من كل القواعد والله نكتور بس على قضية النفاق هذه الرسائل السرية كلام في العلن وكلام في السر وأيضا نسألك عن نقطة الحقيقة الحكومة طرحت للاستفتاء الشعبي العام أنت مع أو ضد بقاء القوات الأمريكية وطلبت من كانت رسائل تصل إلى الناس تليفونيا ويصوتون وعلى ذلك تقولون هذه حكومة موديمقراطية ولا تقيم مزنى للرأي العام العراقي مشكلة هناك مشكلة داعك من التقية الدينية ما العلاقة بيها والمثهبية لا نحن تقية سياسية تقية سياسية هذه اللعبة أنت بالعلن يتحدثون شكل وبالسر يتحدثون شكل آخر بالغرف المغلقة يتحدثون شكل آخر وتصرفون شكل آخر وبالعلن يريدون أن يوجهوا الرسائل كاذبة ومخادعة وهم لمن؟ يعني لمجتمع العراقي المجتمع العراق أثك منهم بكثير وسابقهم بتفكير شو دواف على اللعبة دكتور أن يطلح للاستفتاء الشعبي أنتوا مع بقاء لطمع ما طرد طيب هم مو يقولون هذا البرلمان هذا البرلمان الحالي يمثل الشعب والشعب اختاره هم يقولون طيب تقول ليش ترجعون للشعب روحوا للبرلمان هذا البرلمان يمثل الشعب هو أخي اللي يقرر لكم هو يستفتي هذه القضية ليش تستفتون الشعب؟ وبيا قضية استفتيتوا الشعب استفتيتوا الشعب في أي قضية بزيادة الفقر صار 12 مليون بتاعت خط الفقر بزيادة البطالة بزيادة الخراب والدمار ومشاريعكم وسرقتكم وفسادكم شو ما استشاريته بتعين السوداني رئيسا للوزراء بتعين حكومة ما استشاريته الآن تستشيروا في علاقاتكم الدولية علاقاتكم مع إيران ما استشاريته تستشيروا الآن خروج القوات الأمريكية وإذا قال لا رح تقولون صحيح ما أنتوا بانتخاباتكم تزورون رح ما تزورون إيرادة الشعب وكلام الشعب والواجهة ترجعون للشعب ما أنتوا دائما تقولون أنه إحنا حكومة منتخبة وخرجنا من رحم الشعب وهذا البرلمان انتخب الشعب هكذا تقولون والشعب يعرف أنه 85 إلى 90% من العراقين مش أركوا الانتخابات وصمع ذلك كنتوا تقولون وأمريكا تطبل لكم وتقول لكم 45% حجم المشاركة بالانتخابات البرلمانية عام 21 ومبارك عليكم هذه الانتخابات وانتخباو وهم الانتخبوهم لا يزيدون على 15% والكتلة الأكبر من عندهم اللي هي التيار الصدري سحبت فالخاسرين هم مشكلوا الحكوم مشكلوا ببرلمان مع ذلك هم يقولون يمثلون الشعب روحوا للبرلمان روحوا لهذه ميليشيات كيف تقول تريد تخرج الأمريكان خلي تبلغهم للأمريكان ويخرجون ويتحملون نتائج كل هذا بس هو مو خرج الأمريكان هو إذا خرجوا الأمريكان ها هي يعني القضية انتهت القضية يعني هو شنو وجود هذه القوات العسكرية هنا وهناك ما الذي يعني ما الذي يؤثر عليهم فيه ما هو البلد كله مو بلد ومو دولة وما بيها سيادة وما بيها استقلال هل يعود الاستقلال للعراق وصيادة ستعود إذا ما خرجوا إلى 2500 جندي أمريكي هذا مو نفاعا على وجود الأمريكي الأمريكان محتلين وخربوا البلد ودمرهم جاءوا بكل هذه السلطة الفاسدة واللي خربت العراق لكن إذا خرجوا هؤلاء إلى 2500 هل ستعود سيادة العراق مع سيادة العراق مرهونة واستقلالة كلها بيد إيران هل ستخرجون هذه الميليشيات هل ستعودون إلى القانون هل ستعودون إلى وجه العراق العربي الحقيقي هل ستعودون إلى الألف مجتمع صحيح ما بي طائفية خطابكم الطائفي ينتهي لاحظ الانتخابات الأخيرة كم كانوا يستخدمون الخطاب الطائفي وما زال الخطاب الطائفي هو سيد الساحة هذه ليست دولة هذه مجرد عصابات مجتمعات تشكل سلطة تأمر الناس وتخوف الناس بقوة السلاح ليس أكثر دكتور عبدالوهاب في ضوء الوضع المشتعل في المنطقة على خلفية الحرب في غزة هناك أيضا قصف للحوثيين وأيضا الميليشيات تقصف هنا وهناك هل تتوقع أن هناك تصعيد من القوات الأمريكية ضد هذه الميليشيات على خلفية ما يجري سوى في اليمن أو في العراق وبالتالي القوات الأمريكية ربما قد نشهد زيادة في عديد هذه القوات لمواجهة هذه الأخطار التي تقوم بها أذره عيران ضد المصالح الأمريكية وليس خفضا أو طردا لها القوات من العراق المعادلة الاستراتيجية في الشرق الأوسط أصبحت واضحة في اللحظة التي بدأت فيها عملية الطوفان الأقصى لاحظ الانتشار البحري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أطبقت عليها من كافة الجهات ولم نسمع من أي جهة أخرى حتى مجرد احتجاج لا من روسيا لا من الصين ولا من أي طوى أقليمية أخرى بضمنها الذين يجعجعون في طهران الولايات المتحدة في عملياتها هذه الأخيرة أيضا لنعمل إحصاء هم ضربوا الحوثيين قبل يومين الطيارات تورنيدو البريطانية طلعت من أكروتيري بقبروس والطايرات الأمريكية مئة ألف مكان موجود في الشرق الأوسط ممكن أن تطلع عليه حاملة طائرات قواعد إلى آخر وعلينا أن لا ننسى الطائرات البريطانية تايفون مو الترنودو أعتقد أو خلاص تايفون تايفون طلعت من أكروتيري نعم يلا آسف طلعت من أكروتيري من قبروس وهذول الناس طلعوا من أي مكان متاح لهم عندهم حاملاء طائرات وعندهم قواعد موجودة ونفذوا ضربة لكن هذه الضربة قتت بعد سلسلة طويلة من انتهاكات الحوثيين لأمن الأبحار في البحر الأحمر هذا هذا ليس دفاعا عن الكيان المختصب وليس تبريرا حقيقة لهذه الضربة لكن الحوثيين حسبوا حساباتهم بعد أن أتتهم الأوامر من طهران بأن عليهم أن يصعدوا في البحر الأحمر لماذا؟ لأن هناك ضغط واضح أصبع عندما أطبقت الولايات المتحدة على الشرق الأوسط من كل جوانب أحست إيران بأنها تختنق الآن ولذلك يعود الفضل هنا للوحية المتحدة في أن إيران لم يضربت ولا راح يضرب يعني هناك رسالة أمريكية يقول لهم يقعدوا راحة الإيرانيين ما علينا به ويحسبون عشر ضربات مثلا عملوها الحوثيين يجون يضربهم ضربة قوية كذا ضربتها المليشيات في الإراق يجون يضربهم ضربة قوية وهكذا وموضوع هذا حزب حسن ناصر الله يجعلهم على الإسرائيليين فإذن يعني المشكلة أنها هؤلاء الذيول يعني الذين يتميرون بأوامر طهران هم يعني موقفهم محير مع أنفسهم يعني هو فعلا رسالة سامية أن نقف إلى جانب غزة يعني رسالة مطلوبة وأنا يعني أقول أثني على ما قال أخي العزيز أبو هو من الذي شرد الفلسطينيين من العراق ظلوا ثلاثة الشهور في المنطقة الحرام بين الحدود العراقية والأورمينية بطريفين إلى أن القولهم مجلالات يروحون بها هو من هو أليس هؤلاء الناس الذين يصبحون ويمسون يسبحون بالقدس وبغزة أشكرك إذن هذه خدمات مدفوعة الثمان للسيد الإيراني ليس أكثر ولا أقل شكرا والسيد الإيراني تبرأ من كل هذه الفعالية تبرأ من الفلسطين وتبرأ من غزة وتبرأ حتى من حزر نصر الله وقال هؤلاء هم الذين يخططون هم الذين يتخذون القرارات بأنفسهم أشكرك دكتور رافع وجود القوات الأمريكية ضرورة حبل سري لديمومة النظام في العراق بدون وجود أن هذه القوات الأمريكية على الرغم من العدد القليل على الرغم من وجود ربما محدود هنا وهناك لكنه ضمان الاستمرار النظام السياسي وكل ما يقال عن كلام سحب القوات طرد القوات دحر القوات كلام كما جاء الاستهلاك المحلي ليس إلا القوات مستمرة ولن تنسحب لا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة هو القضية أستاذ ماجد ليس بالقوات الأمريكية لكن بالدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الأمريكي لهذا النموذج الخرب اللي صنعته في العراق هذا هو هذا الموضوع يعني وجود هذه القوات لا يعني شيئا ربما يغادرون مثل ما قال دكتور عبدالوهاب قد يطلبوا من عدوم يغادرون لكن هل هذا هذا يعني قدرة الأمريكية على ضرب هذه الميليشيات غير متوفرة على هذه المماحكة والمعاكسة مع النظام الإيراني غير موجودة لا موجودة وقادرين ومن أي قاعدة ومن أي مكان يقدرون يساون هذا القضية لكن هي القضية في العلاقات الأمريكية العراقية في علاقة التابع للولايات المتحدة هي القضية نعم هي أمريكا من أنشأت هذا النظام وهي من ترعى وهي من جيشت العالم كله لكي يصفق لهذا هل يريد أحدا يقنعني أنه في العراق هذه الأنظمة التي تعاقبت من عام 2003 حققت نجاحا يستحق من العالم أوروبيا وعربيا وإقليميا أن يصفق لهذا النظام قل يقولون ما الذي حققه هذا النظام لكي يصفق له كلهم يفتحون سفاراتهم في العراق خلي يقولون يعني نحن كنا مستغربين وانا أفهم شيئا لكن هم خلي خلي يقولون دول عربية خليجية أجنبية أي كان آسيوية أوروبية خلي يقولون شنو اللي بهذا النظام يستهويهم لكي يدعمونه غير الهراوة الأمريكية التي تجورهم على هذا الموضوع أكثر من هذا غير مو لأنه هذا هذا شكل النظام ودعني أقول لك باختصار دكتور باختصار شديد الآن هذه المماحكات وشدة الخطاب الميليشياوي والقصف زاد في هذه الفترة الرئاسية الأمريكية تكاد تنتهي بايدن لم يبقى له إلا في الشهر في يوم 25 الثاني ستأتي الانتخابات الأمريكية وقبلها يمكن بستة شهر لن يستطيع أن يفعل شيئا هذه ستة شهر الموجودة الآن تحاول هذه الميليشيا تحاول إيران أن تجبر أمريكا على الموافقة على التعديل أو الموافقة على النظام أو الملف النووي يمشون قضية الملف النووي ويرفعون عنها العقوبات هذه كل القضية لأنه بايدن يخدمهم وربما يأتي للإدارة الأمريكية رئيس آخر وإدارة أخرى لا تقبل بهذا الذي يجري هذا ما يحدث نعم في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبدالوهاب القصاب زميل مركز العربي للدراسات واشنطن من واشنطن عبر اسكايب كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة